اذا كنت مقاطعا اخا عاوز اعراب كلمة اخا اول ما تشوف اعراب لازم تفتكر القاعدة الزهبية على طول ايه القاعدة الزهبية دي في الاعراب انا طيار ومعايات ذهبية ذهبية دي بتسأل كل الكلمة اللي انت عاوز تعريبها تلات اسئلة مترتبين ماينفعش سؤال قبل سؤال كاينك ركب طيارة وبتضرب بالسواريخ بتاعتك اول سؤال هل انت فعل لو نعم ماضي مبني امري مبني مضارع طيب لو ما نفعش انا نعلي بعدين هل قبلك فعل لو نعم من يديني فاعل ايه يديني مفعول كيف يدي حال اين المعرفة والنكرة معرفة في نكرة يديني خبر معرفة في معرفة يديني نعت نكرة في معرفة يدي مضاف اليه نكرة في نكرة يدي نعت او مضاف اليه لو الال اللي نفعت تبقى مضاف اليه ما نفعتش تبقى نعت دي القاعدة الزابية اللي بنعرفه بيه نبدأ نطبقها مقاطعا اخن اخن دي اللي انا عاوز اعريبها اسأله ثلاث اسئلة هل انت فعل لا مش فعل ده اللي فيها تنوين في الاخر وغالبا الفعل بيبدأ بيوته اخن يبقى اخن دي اسم طيب نسأل السؤال التاني هل قبلك فعل ادور على فعل لاقي كلمة مقاطع مقاطع ده اسم فاعل اسم فاعل زي مسلم قادم مقاطع زي مسلم خلاص اول ما لقي مشتق بقى ارجع بسرعة من ملاحظة اثنين والملاحظة ثلاثة ملاحظة اثنين متى يعمل المشتق عمل الفعل اذا سبق بيه الاستفهام او النفي والمبتدى الموصوف ونداء صاحب الحال تاني الاستفهام او النفي والمبتدى الموصوف ونداء صاحب الحال طيب من اللاحظة التانية كيف نعرف عمل المشتق نسأل اسم الفعل والمبلغة من يديني فاعل ايه ديني مفعول ونسأل اسم المفعول من يديني نائب فاعل ايه ديني مفعول تيه دول الملاحظتين اللي لازم يكون اعرفه وانت داخل على المشتق طب مقاطع ده اسم فاعل طب يعمر ما يعملش نشوف هل قبلي قل لا مفيش قبلي قل هل قبلي استفهام مفيش قبلي استفهام قبلي نفي لا مفيش قبلي نفي مقاطع قبلي محالة مفيش نفي قبلي مبتدى وهو خبر ايوة ان كنت كنت ايه مقاطعا يبقى ده خبر كنت يبقى بدام خبر يبقى على طول عامل ليه عشان هو خبر قبلي مبتدى اللي هو التأديد وانت وقاطع عندي خبر يبقى عامل بدام عامل عارف العمل بتاعه طب ده اسم فاعل يبقى اسأله من يديني فاعل ايه يديني مفعول مين المقاطع يديني فاعل مقاطع ايه يديني مفعول مين المقاطع انت مقاطع ايه اخا يبقى اخا مفعول به منصوب بالفتحة هي دي الاجابة بتاعه ناخدل تطبيق تاني برد ده امتحان علمي 2021 تلت سنوي علمي ناخدل بقى تلت سنوي ادب بيقول لك الحرب لا غالبا رحمة ولا مغلوبة بيقول لي عاوز اعراب غالبا اول ما يقول لي اعراب او سبب النصبة او سبب الرفع على طب ده اعراب عن طب القعدة الزهبية طب ايه القعدة الزهبية اول سؤال هل انت فعل هل غالبا انت فعل لا مش فعل ليه قلنا التنوين معناه دي اسم على طب بدام اسم يبقى تنوين على طب لا غالبا يبقى غالبا دي مش فعل طب نصد هل قبلها فعل اه كلمة رحمة قال لها بس دي جاية بعديها لا دي جاية بعديها للدورة الشعرية لكن هي اصلا رحمة الحرب لا رحمة غالبا ولا مغلوبا اصل الكلام كله ولكن هنا فيه تقديم والتأخير بلاغي لكن هي مفروض رحمة قبلها على طب لا رحمة غالبا ولا مغلوبا طب بدام قبلها فعل اللي اسأل ما لي ديني فاعل ايه ديني مفعول كيف هي دي حال من اللي رحمة الحرب رحمة ايه غالبا يبقى غالبا مفعول به منصوب بالفتحة مفعول به منصوب بالفتحة طيب سؤال سنوية عامة علمي سنة 2021 برضو قال الشاعر يا شاكيا هم الحياتي هو عاوز اعراب كلمة هم بدام اعراب كلمة هم لطبق القعدة قعدة بتقول هل انت فعل هم دي فعل لا اسم ليه لو حطت له الف ولم تنفع اللي ينفع معنا الف ولم يبقى اسم يبقى علمات الاسم من قدام الف ولم وراء تنوين علمات الاسم من قدام ينفع حط له الف ولم او اخليه منو طيب طيب هو ده اسم عرفت ازاي حطلت له الف ولم ونفعت وحطلت له تنوين ونفعت هما تنفعت الاثنين طيب هل قابلك فعل لا مفيش فعل لا فيه شاكي شاكي زي قادم مسلم قادم اسم الفاعل ليه كسغطين يا مسلم ممن موه وقسر من قبل آخر يا قادم تاني حرف ألف شاكي ده تاني حرف ألف يبقى اين لي يحصل يبقى قابلي اسم فاعل لو اسم الفاعل ده عامل عن عمله جنه فاعل طيب نشوف عامل وانا مش عامل نشوف الملاحظة بتاعتنا الملاحظة بتقول ايه هل قابلي قل لا قابلي استفهام لا قابلي نفي لا قابلي مبتدأ لا قابلي موصوف لا قابلي لداء ايوة قابلي لداء بدام لداء يبقى ده عامل عامل ليه عشان قابليني ده طيب بده معامل نسأل بقى من يديني فاعل ايه ديني مفعول مين اللي شاكي انت شاكي ايه هم بقت هم عربا مفعول به منصوب بالفتحة طيب عندنا ملاحظة على النواسخ لو لقيت الفعل اللي قبل الكلمة اللي أنا بعريبها ناسخ يبقى لازم عن طبق كده نقول من يديني اسم الناسخ ايه يديني خبر الناسخ لو قبلها كان ما نقولش فاعل نقول اسم كان مرفوع برضو بس عن قول اسم كان نقول خبر كان عن قول خبر كان نطبع على سؤال اذا بجيء 2021 اذا كان لكل عالم هفوة فما فاتئ لكل عالم حسن فما فاتئ لكل عالم حسن عاوز اعراب كلمة حسن اول ما نشوف كلمة حسن على طول واحنا مغمضين نطبق القاعدة هل انت فاعل لا هل قبلك فعل فما فاتئ فما فاتئ ده فعل ليه ما ينفعش حطوله تنوين ولا حطوله فاتئ طب ده ما فاتئ الفعل ده اسأله مين وإيه يقول له خد بالك هتسأل مين وإيه بس ما فاتئ دي من اخواتك كان اخواته ايه اخواتها كان ليس صار اصبح اضحى ظل ام ساباتة زال داما فك فتئ زال داما فك فتئ لما هتقول لهم مين بما زال ما داما من فك من فتئ دي من اخوات كان بداما الاخوات كان نعمل الملاحظة لقم 4 ايه الملاحظة لقم 4 اللي هي من يديني اسم الناسخ ايه يديني خبر الناسخ فما فاتئ لكل عالم حسنة مين اللي مفاتئة الحسنة مفاتئة ايه لكل عالم يبقى مفاتئة دي اسم يبقى حسنة دي اسم مفاتئة مرفوع بالضمة اصل الكلام مفاتئة حسنته لكل عالم طب انا اتخطي زي مضوع التقديم والتأخير تسأل مين وإيه ما تقولش اللي بعديها لازم تسأل مين وإيه مين اللي مفاتئة الحسنة مفاتئة ايه لكل عالم يبقى حسنة دي اعربها اسم ما فاتئة مرفوعة ما قدرش أقول عنه مضاف إليه لأنه قبليه فعل المضاف إليه والخبر والكلام ده لما فيش فعل ولا قبليه فعل نطبع بقى المعرفة والنكل ما قدرش أقوله مقتدعه مؤخر لأنه قبليه فعل ما قدرش أقول خبر مفاتئة منصور لأن أنا مسألت ما فاتئة طرعت حسنة ما طرعتش لكل عالم وما ينفعش لكل عالم تكون اسم مفاتئة لأنه جره مجرور والاسم ينفعش جره مجرور الخبر هو اللي ينفع جر المجرور فلازم تكون إثنة فاتئة حسنة أزاكم الله خير